وعن ضيوء ظروف اغتيال الناشطة أم عباس في الناصرية ينضم إلينا عبر الهاتف وحيد عقيل الناشط في تظاهرات الناصرية أستاذ وحيد مرحبا بكم بداية كيف تم اغتيال الشهيدة أم عباس وفي أي مكان أهلا بك بداية الحديث الوضعية الحالية التي توردها في قارة الناصرية يرجى أن ترفع الصوت قليلا أستاذ وحيد بداية الحديث الوضعية التي توردها الناصرية ووضعية تدعوه استقرار أمني استقرار من تظاهرات وصاحب الحبوب وحجر صحي بما يعني تسهيل أي عملية اغتيال أو مراقبة أو غيرها تفاجئنا اليوم الصبح بدخول مجموعة مسلحة على بيات الناشطة ومعباس الشجر حيث تومر ووسط الناصرية سنقاتلها هي وثيان من أولادها في أي منطقة أستاذ وحيد في أي منطقة تومر من منطقة تومر نعم نعم هل اتضحت الأمور لديكم من هي الجهة المتهمة بعملية الاغتيال تحديدا أصعب شيء كنت أتحددها هي الجهة المتهمة بما يعني أي أصابة لأن العراق عبارة عن حاولة من الأصابات والميليشيات تفهمني؟ لكن المعروف أنه الجهات ميليشيوية وحجرية لقامة العملية الاغتيال نعم طيب عليه لكن نعم أستاذ وحيد لكن كيف تمت عملية الاغتيال وهناك حضر تجوال في مدينة الناصرية كيف تم ذلك؟ سابقا بإتصال سابق شراحة وضعية اقتحام ساحة الحبوبي من قبل مجموعة مسلحة ذكرت بالحديث أن القطاع الساحة الحبوبي قبل عشر دقائق من اقتحام وهذا يدل على أنه أكثر تنسيق بين بعض الرؤوس الفاسدة بالدولة وهذه الميليشيات لأن الميليشيات وجه ثاني للوجوه الفاسدة بالدولة لذلك مو من الصعب أنه يستخدم أي حوت من الخيتان اللي مخليها والقطاع بالدولة واللي متعمق من رؤوس الفساد حتى يقدر يدخل يختال أي شخص اليوم ما يصعب عليه يختال نائب معارض إليه ووزير معارض إليه كيف إذا ناشطه ومستقله وكل اللي عدهه وكل دواعي الاختيال والقتل اللي كانت في قتله أنه هي تقدم دعم التواهرات دعم الساحة الحبوبي دعم المتظاهرين للشباب هذه الثائرة هذا كل ما بالأمر مثل الاختيالات العزامي الثمر وبالعسيس هذه الفترة هي الفترة الأسهل علي منك بعمليات الاختيال الكتاب أميك الناس كل من بيته الشوارع فارغة غيرها يدخل بأي هوية لي شو هو أصلا بالدولة الدولة العميقة والدولة المظلمة يدخل أي منطقة وأي مركز وأي مدينة يعني غير محاصم أستاذ وحيد أبناء أم عباس كيف حالهم والله التفاصيل تتكلم على حاليا للجهات الأمنية يعني أي تفاصيل ما يكون ممنوع لا الإعلام ولا الناشط ولا لأي شخص التفاصيل حاليا كلها قيد التحقيق هذه الاستضحيات اللي قدرنا نعرفها حتى البيت محكم يعني لا حد يوصلنا ولا نتائج التحقيقات لم تظهر حتى الآن غير معلنة غير معلنة وأي معلومات ما تطلق حاليا مثل ما تعرف قانونيا قيد التحقيق لا يوجد أي شيء نعم أستاذ وحيد هل تعولون أنتم كمتظاهرين على إجراء تحقيق نزيه وشفاف في هذه الجريمة الجديدة حاليا عدد الشهداء ما يقارب أو تجاوز الخمسمائة شهيد نعم لو كنا متغاضين مثلا عن كل هذه الأعداد هل من المعقول نطالب بإختيال ناشطة مجرد رقم أجهم قضيف لقائمة الإختيالات أو بسلسل الإختيالات فعلا من الصعب ونحن ما يقولون نحن مجرد رقم أجهم لا أكثر أما الجهات الأمنية هي جايزة تولي عليها نعم اللي بيها جايزة تولي ما تقدر لكن الجهات الأمنية مقادة من رؤوس فسادية تنسيل هذه الميليشيات نعم الأستاذ وحيد عقيلا ناشط في تظاهرات الناصرية شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات